وضيفنا من أربيل السيد رعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية سيد رعد كنت قد سألتك كيف يفهم هذا الاستهداف المباشر للمدنيين والنازحين بصورة خاصة حتى بعد دخولهم إلى هذه المدارس واحتمائهم بها من يتحمل مسؤولية هذا ديك الكرام يعني اليوم ابن نينو بين مطرقة داعش وسندان الميليشيات والقصف العشوائي اليوم المواطن في نينو يتعرض إلى عبادة جماعية حقيقية إن كان محاصر من قبل داعش في المناطق الغير محررة وإن كان قد نزح للمخيمات لفقدانه لأبسط مقاومات الحياة حتى اليوم مياه الشرب تقصر عليه بشكل كبير جدا لذلك اليوم يتحمل هذه المسؤولية أنا أعتقد أنه جميع السياسين يتحملوا هذه المسؤولية وخصوصا عندما شاهدنا أنه جميع عند انطلاق معركة تحرير نينواء بدأ ينظر إلى مستقبل أو ما بعد داعش ماذا سيكون إدارة نينواء وكأنه المعركة هي للحفاظ على المصالح وعلى المكاسب وعلى الكيكة وليس الحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء وتقريصها من داعش والحفاظ على وحدة نينواء والحفاظ على أرضها وشعبها أنا أعتقد أن هناك أطماع كثيرة في نينواء تقاطعت هذه الأطماع بالوصول إلى عدم الاكتراث إلى المواطنين إن كانوا محاصرين وإن كانوا نازحين فهم يعيشون في مأسات كبيرة اليوم مصر عدد النازحين في الجانب الأيمن فقط إلى 425 نازح أما بالكلفة هو 662 ألف نازح وهذه تدل على مستوى الكارثة ومستوى المعركة الشيارسة ومستوى النزوح الكبير وما يعانيه هؤلاء النازحين في ظل فقدان أبسط مقاومات الحياة مع عدم صرف الأموال الخاصة النازحين في ميزاني 2017 سوى 5% وهذا تقصير كبير من قبل الحكومة سيد رعادي سيد رعادي بدل أن نشاهد تسهيلا من الحكومة لخروج من تبقى من المدنيين داخل الجانب الأيمن من مدينة الموصل في محافظة نينواء نشاهد استهدافا كالذي رأيناه لهذه المدرسة أو سابقاتها ببعض الأحياء التي استهدفتها القوات العراقية أو قوات التحالف إذن أين ذهبت نداءاتكم المستمرة على وسائل الإعلام ونداءاتكم المستمرة للحكومة العراقية بهذا الخصوص بشأن تسهيل خروج المدنيين بصورة سلسة سيد الكريم حتى لا يحسب علينا أو يحسب على هذه القناة الكريمة بأنها تقف عائق أمام التحرير نحن جميعا مع تحرير نينواء ونعمل جاهدين على أن تكون هناك خطوات سريعة لتحرير نينواء لكن بنفس الوقت قال أنا الدقة يجب أن تحرر نينواء بحفاظ أرواح أهلها وليس تحرير نينواء بالحفاظ على الحجر أو على المكاسب أو على الصراعات السياسية أو على المكاسب السياسية الضيقة هذا ما تكلمناه دائما في كل المحافل وكان لدينا خلال الأيام الماضية القريبة جدا كان لقاء مع سيد رئيس الوزراء وتكلمنا بدقة الاستهداف ودقة العملية التحرير وكيفية الحفاظ على أرواح المواطنين وكيفية إخراجهم وكذلك كسر الحصار عليهم وكيفية دعم النازحي في المخيمات لكن مع الأسف أنا أعتقد أنه اليوم النازحين وأهالي نينواء في واد والعملية العسكرية والآلة العسكرية التي تعمله في واد آخر ومن جهة ثانية هناك أطماع لحد هذه اللحظة أنا أعتقد الصراعات السياسية الضيقة والمكاسب التي يطمح لها البعض بأن تتحقق بعض التحرير نينواء لحد هذه اللحظة لم تغادر طموحاتهم لم تغادر أهواءهم سيد الكريم نينواء في إبادة حقيقية في الإبادة بالآثار وإبادة بالبنى التحتية وإبادة بالبشر لذلك أنا أعتقد إذا لم يكن هناك رؤية جادة حقيقية بالدقة في العمل وفي التحرير نحن سنكون أمام أرض جردة خالية حتى من البشر طيب سيد رعد وسط هذا التجاهل الحكومي من جهة ووسط هذه المجازر المتكررة من جهة أخرى وأيضاً وسط استمرار هذه المعارك أنتم في لجنة الهجرة والمهاجرين النيابية ربما هل لديكم أي خطة مع هؤلاء النازحين في المستقبل خاصة مع ارتفاع عددهم واستمرار المعارك سيدة كريمة حتى نتكلم بشكل واضح وصريح نحن الخطة موضوع حسب الإمكانات الموجودة من الحكومة وكيفية إطلاقها أنا تكلمت في بداية الأمر أنه أطلقت 5% من ميزانة 2017 ونحن على أعقاب الشهر السادس نحن اليوم في شهر الخامس على أعقاب الشهر نصف السنة واليوم 5% من الأموال المخصر للنازحين أكي ستكون هناك تقسير باتجاهنا بسبب عدم وجود الإمكانية لكن لحد هذه اللحظة الشيء الجيد أو الزاوية المضيئة في هذا المجال بأنه لحد الآن لدينا أعداد من المخيمات لاستقبال النازحين متوفرها بقارب 9000 خيمة 4000 قيد الإنشاء ستنشأ خلال الخمس أو العشرة أيام القادمة هذه لاستيعاب النازحين لكن هل النازح يحتاج إلى فقط مأوى يحتاج النازح إلى مياه الشرب واليوم لدينا تقسير كبير في مياه الشرب ونحن على أعقاب فصل الصيف والجميع يعلم فصل الصيف وما أدراك ما فصل الصيف وحر الصيف وما أدراك ما حر الصيف ولحد هذه اللحظة لا يوجد هناك توجه بتجهيز المخيمات بالمستلزمات الصيفية مثل المبردات والمواد الأخرى نحن نحتاجها بشكل كبير هذه كلها تتوقف على إمكانات المادية والإمكانات المادية مع الأسف لحد الآن محجوزة في وزارة المالية التي تقاد من قبل وزير يقود ثلاثة وزارات يعني ما أعرف يمكن الكفاءات العراقية قد نظبت ويمكن المرأة العراقية لم تخلف كفاءات في هذه المرحلة بحيث أنه وزير يقود ثلاثة وزارات ومن أهم ثلاثة وزارات في هذه المرحلة لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك وقفة أن هناك مطالبة للحكومة بإطلاق أموال النازحين وكذلك إذا ما أشيرنا إلى جانب الأمم المتحدة والمنظمة المجتمع الدولي فنرى تشخيصها أنه مخجل جدا لا يرتقي إلى مستوى المطلوب أو المهمة التي تكلفوا بها اليوم الأمم المتحدة ومظامة المجتمع الدولي لديها تقصير كبير في الميدان باتجاه النازحين وباتجاه ما يحدث في القصف العشوائي لأهالي نينوة أين تقارير الأمم المتحدة في هذه الأمور أين الوضع الإنساني أنا أعتقد الجميع يتجاهل الوضع الإنساني مخابير الحفاظ على المكاسب التي ستأتي ما بعد داعش من محافظة نينوة نعم سيد رعد تضربت الأنباء حول أعداد من ذهبوا ضحية هذا القصف الذي استهتف مدرسة الولاء في الجانب الأيمن من مدينة الموصل يعني سكان محليون من جهة يقولون أنه قد راح ضحية هذا القصف مئة ما يقرب من المئة وثلاثين مدنيا ويقلل هذا العدد أعضاء من مجلس محافظة نينوة أشر أحدهم إلى ما يقرب من ثمانين إلى تسعين مدنيا راح ضحية هذا القصف يعني هل لديكم إحصائية بهذا الخصوص؟ سيد الكريم حتى نتكلم بشكل واضح أنه لا توجد دادين أحصائية بسبب أن هذه المنطقة هي محتلة من داعش ولا تستطيع الجهات الحكومية ليصال وصول لها لأخذ أدلة دقيقة لكن فقط بالاتصالات والتواصل مع بعض الجهات الموجودة في المنطقة وبعض الأشخاص الموجودة في المنطقة نسمع الكلام لكن لماذا نقزم الحالة؟ هي مجزرة أم غير مجزرة؟ إن كان عشرة وإن كان واحد وإن كان اثنين وإن كان عمية وإن كان ألف هذه مجزرة لمواطنين عراقيين علينا الدقة هذه مجزرة يجب عدم تقزيمها يجب الوقوف عليها وإذا ما أريدنا أن نبين أن هذه مجزرة هل في المخيمات لا توجد مجزرة؟ النقص في الغذاء والنقص في الإيواء والنقص في المواد الصحية هل هذه لا تؤدي إلى مجزرة يومية؟ أنا أعتقد أن أهالي نينوى يعاني يوميا مجازر غير التي يصلت عليها أضواء بين حين وآخر في قصف عشوائي مجازر كبيرة علينا الوقوف على الأمر بالجميع بمجملة اليوم أهالي نينوى يفقدون أرواحهم ما بين النزوح ما بين حركة النزوح في الطرق الميسمية وما بين وجودهم بالمخيمات وافتقارهم لأبسط من قومات الحياة هذه كارثة إنسانية تكلمنا بها قبل انطلاق الأزمة قبل انطلاق عفوا قبل انطلاق التحرير تكلمنا بهذه الأزمة لكن ماذا فعلت الحكومة وماذا فعلت الأمم المتحدة أنا أعتقد موقفها مخجل ولحد هذه اللحظة لا يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تعرض لها أهالي نينوى إذن السيد راد الدهلقي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية كنت معنا عبر الأخمار الصناعية من أربيل شكرا لك